اشتركوا في القناة وتعت واحدة من ابرز الابتكارات في القرن الواحد والعشرين توفر هذه التقنية تقنية النانو نانو تكنولوجي امكانيات غير مسبوقة في مجالات متعددة تستخدم في الطب والالكترونيات والطاقة والمواد الجديدة مما يجعلها حقا العملاق الخفي الذي يحمل الوعود بتحولات جذرية على مستوى الصناعات والحياة اليومية وهو موضوع حقيقة شائق تتسابق حوله الامم مثلا في الطب تستخدم هذه التقنية التي تفتح افاقا جديدة في مجال العلاجات وتوصيل الادوية بالاضافة الى تطوير الاجهزة تشخيصية دقيقة وفعالة النونة هو عبارة عن جسيمات صغيرة يمكن ان تستخدم لاستهداف حتى الخلايا السرطانية دون الحق الضرب الخلايا السليمة المحيطة بها طبعا مما يقلل من الاثار الجانبية للعلاج الكيميائي ايضا تستخدم في الالكترونيات حيث تساهم هذه التقنية في تصغير حجم الاجهزة الالكترونية مع تحسين الاداء البرفورمانس بشكل كبير تسمى بالاجهزة النانوية توفر سرعات معالجة اعلى وكفاءة اكبر في استهلاك الطاقة ايضا في مجال الطاقة تستخدم تقنية النانو في موضوع تحسين كفاءة الخلايا الشمسية وتطوير البطاريات بسعات تخزينية اكبر وازمنة شحن اقل حتى في المواد تسمى مصطلح المواد الجديدة يتم استخدام هذه التقنية من خلال التلاعب بالمواد على المستوى النانوي نانو لفل يمكن تطوير مواد بخصائص فريدة مثلا تكون لها قوة عالية مثلا غير معروف عن هذه المادة انها لها قوة لما يتم التلاعب في الجزيئات وفي الذرات يصبح لها قوة عالية تصبح اخف تصبح اكثر مرونة مثلا مادة الجرافين او الجرافين المادة الاقوى والاخف وزن المعروفة حتى الان بسبب موضوع التلاعب في جزيئات النانو طبعا كما هو الحال مع اي تقنية لها ايجابيات وسلبيات لها تحديات واحدة من التحديات حقيقة تأثيراتها البيئية والصحية لا تزال اثار البيئية والصحية لنانو غير مفهومة بشكل كامل يعني ويخشى بعض الخبراء والعلماء والباحثين ان هذه الجزيئات قد تكون لها تأثيرات ضارة على البشر والبيئة بسبب صغر حجمها وقدرتها على التغلغل في داخل الخلايا الحية طبعا في حال استخدامها في داخل جسم الانسان ايضا التحديات الاخلاقية يعني قد تستخدم هذه التقنية في موضوع التطبيقات العسكرية مثلا في بعض المواضيع الاخلاقية خصوص مواضيع الخصوصية ورقابة كذلك الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الوصول لهذه التقنية هذه ضمن التحديات الاخلاقية يعني يجب أن تكون هذه التقنيات متاحة لجميع الدول بشيء من التكافؤ أيضا التحديات التنظيمية تحتاج للحكومات الحقيقة والهيئات إلى تطوير إطارات قانونية حتى يعني تضبط استخدام هذه التقنية وكذلك لضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي ضمن هذه التحديات طبعا التحديات التقنية أيضا في تصنيع وتوسيع نطاق الإنتاج للمواد النانو والأجهزة النانوية بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتكون بطريقة مستدامة طبعا في وطن العربي يعني في مجموعة من المراكز البحثية التي تعنى بهذه التقنية واحد من هذه المراكز مركز ملك عبدالله لتقنية النانو في المملكة العربية السعودية يعد من أبرز حقيقة المراكز البحثية في المنطقة يركز على تطوير تقنيات النانو في مجرات الطاقة المياه الطب ومؤخرا نجح في تطوير مواد متقدمة لتنقية المياه وأنظمة توصيل الدواء أيضا لدينا المركز القومي للبحوث في مصر يضم هذا المركز واحدة متخصصة في تكنولوجيا النانو تعمل على تطبيقات متعددة منها تطوير المواد النانوية للتطبيقات الصناعية والطبية بما في ذلك تطوير أنظمة توصيل الأدوية والمواد لتحسين البيئة في أيضا معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في لديه أبحاث كثيرة حول موضوع تطبيقات النانو في الطاقة الشمسية أيضا في البيئة تطوير خلايا شمسية نانوية عالية الكفاءة أيضا أيضا من المراكز مركز الجامعة الأردنية لتقنية النانو في المملكة الأردنية الهاشمية يعمل هذا المركز على موضوع التطوير في مجالات النانو المتنوعة بما في ذلك تطوير مواد نانوية لتطبيقات مثل تنقية المياه والطاقة المتجددة وختاما طبعا في تونس يوجد معهد اسمه المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني يعمل على تطوير تقنيات النانو في مجالات متنوعة كالطاقة والبيئة وحقيقة سجل إنجازات في تطوير مواد نانوية لتخزين الطاقة وتحسين كفاءة الخلايا الشمسية حقيقة المستقبل يحمل وعودا كبيرة في موضوع استخدام هذه التقنية في الحياة اليومية في الأجهزة في تطوير المواد في تحسين جودة المواد فالباب مفتوح لو كنت حضرتك خبيرا في هذا المجال لإثراء هذا الموضوع يمكن في الملتقى الذي سيعقد عبر منصة أريد ويمكن أيضا في التعليقات نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته